موسيقى هنا بقاعة الندوات الصحفية صفق الحضور بعد أن تحقق النجاح أعتقد أن الكلمة الأمينة الكلمة المعبرة حقيقة عن النتيجة هي كلمة نجاح أدعو فخامة الرئيس وآخر عزيز السيد عبد المجيد تبون لتولي رئاسة هذه القمة وهناك قبلها في قاعة الاجتماعات صفق الحضور أيضا لماذا التصفيق؟ لأن الكلمة كانت بألف كلمة بل لأنها كانت تاريخية جزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ما وسع مساحة القمة العربية هو تجاوزها حدود الوطن العربي من حيث الحضور الثقيل للهيئات والمنظمات الإنقسامات الجغرافية السياسية تزداد وأجه التفاوض تتعمق والتعاون هو السبيل الوحيد للمضي قدما وللمنظمة الإقليمية مثل جامعة الدول العربية دور حيوي تؤديه البند والتوافقات التي خططها القادة في أذهانهم لم تخطها أقلامهم ذلك أن القمة كانت لأول مرة رقمية بامتياز تحديث الإضافة الآخر هو العمل الإلكتروني أنه ما فيش مستندات ولكن كل شيء من خلال شاشات الكمبيوتر القمة التي أعادت العرب للالتئام حول طاولة واحدة بعد ثلاث سنوات وكثير من الشتات جذبت إليها عدسات الكاميرا وأقلام الصحفيين بشكل غير مسبوق نجاح الدولة نجاح المواطنين قمة نوفمبر أعادت قطار العرب إلى سكته حققت أولى نجاحاتها بانعقادها قمة جامعت في مخرجاتها فدافعت عن مصالح العرب ودفعت بها نحو ما يضمن أمن واستقرار الشعوب العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر